انت بتكلم على صفقات النادي الأهلي بكل ياسيقها قوي زي مين؟ زي صفقات سموحة مثلا انت بتكلم على صفقات سموحة بقول انا باعمل كزا وكزا انت بتكلم على صفقات النادي الأهلي وبتكلمها بكل ياسيق طب حقول لسيتك حاجة! وكلاقي اللاعبين دولة كلهم أنا عارفهم بتخذ PECA Stephanie طب لما الناس كلقة قالت مصطفى فاتح ي concludوا من الأخبار أنا قلت لا مش completa لأن وكيل مصطفى فاتحي ماهو كان عندي وأنا كان نفسي مصطف فتحي لعب الأهلي بس عنده ظروف الجيش ومش الجيش والكلام ده كله يعني أنا بحكي لك يعني أنا مش صاحب قرار المدير الفني هو صاحب القرار خلت بالك بس أنت مثلا يعني بعد السموحة أحب الخير للأهلي فاعتقادي أنه لما يكون فيه واحد كويس أوي فأنا بسأل أو الرجل الوكيلي بتاع الأمين كلمته في التليفون قلت له يا كابتن ده أنا سمع أنه مصطف فتحي ده حيروح الأهلي ده والله ده حاجة جميلة قوي ده لما خدت السموحة كان نفسي وهو ماشي إن أنا وديه الأهلي وأنا قلت له قلت له أنا أتمنى أنك أنت تروح الأهلي أنا قلت له وبصطف فتحي يشهد على كلامي قلت له أنا أتمنى أنا عايز أشتريك وأبيعك للنادي الأهلي خدت بالك كنوعين حكسب والأهلي حيستفيد ده وجهة نظري فبسط لقته قال لي لا هو مش هيروح للنادي الأهلي لأنه عنده ظروف جيش كذا 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 هو مع برمت هو ماضي خلاص مع برمت فأنا قلت مش هيروح للنادي الأهلي فأنا معرفتش من النادي الأهلي هل التعاون وصل بينك وبين النادي الأهلي أو النادي الأهلي أو أنت محتاج حاجة من النادي الأهلي هيعبالها معاك ولو الأهلي محتاج حاجة أنت مفراغة للنادي الأهلي لا بالأصول لا 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 بالأصول طالب مني لعيبة دلوقتي في حاجات ألعاب تانية ما ديتالوش اعتذرت لأن أنا محتاجهم لا بالأصول إنه مثلا كان عندي لعب محمد مجدي بيلعب هندبول خلاص عقده حينتهي خلاص عقده حينتهي لما الأهلي طلبه خده الأهلي بعته للنادي الأهلي هل بعته للنادي الأهلي عشان ما فيش إمكانات دلوقتي في نادي سموحة لا لا فيه إمكانياته فيه كل حاجة بس اللاعب مش عايز يستمر رغبة اللاعب رغبة اللاعب عايز يستمر لا حضرتك فيه أصول يعني اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامعة أكيد أكيد إنما أنا مش مفرخة لكن لا لكن مثلا إفرد عندي مثلا لاعب فيه ساعات بيوصل كده المرحلة خلاص اللاعب عقده حينتهي أو اللاعب خلاص مش حابب يلعب عندك تاني أو عنده طموح كبير أو أنا أقدر أفك اللاعب ده بتلات أربع لعبين ليه لا يعني فيه بعض الأندية الوقت بعد باتفرج على الحلقة دي تقول لك إحنا مش نروح نطلب من المهندس فرج عامر أي لعيب لأن النادي الأهلي هو أولى لا بالعكس تم صديق بولة فيه أندية طلبة ودفعين أكتر كتير أو الأهلي كان بفكر فيه أول السنة وبعد ذلك شال الفكرة من دماغه نعم مثلا وكانوا دفعين أكتر كتير أو من حبيعه للأكتر طب أنا طريق حامد كان كنت تعرضوا على الأهلي وكنت تعرضوا على الزمالك الزمالك دفع فلوس أكتر أنا بعته للزمالك صحة ده أنا مصلحة فوق كل شيء بعته إبراهيم عبدالخالق يميها الأهلي يكلمني عليه بس الزمالك دفع دعف الفلوس بعته للزمالك يعني بص فيه توازن نعم فيه توازن ومصلحة ناديك فيه توازن أنا مسؤول قدام ربنا وقدام أعضاء نادي سموحة أجيب لكن أنا من حسن التعامل مش ملاوة أنا دغري من حسن التعامل مع النادي الآلي بينقذني في مواقف كتيرة جدا طب أنا فيه لعيب كوكا ده طلبت من الكابتن محمود الخطيم قلت له النبي يا كابتن عشان خاطر الديني كوكا مش هيفرق معاه قال لي لأ الراجل عايزه خلاص خلاص والعلمك وكررت الطلب تاني قال لي لأ أنا الخواجه عايزه أنا أنا إيه الخواجه عايزه طالما الخواجه عايزه خلاص خلاص كله هم يبص المصلحة ولا غلط لا لا مظبوط لكن إنت بتقرب المسافات إنما أنا معرفتي بأي حاجة عن النادي الآلي ليست أنا أعضاء مجلس دارة كلهم صحابي وحبيبي نعم وطبعا وكابتن محمود طبعا أخوي وحبيبي وفوق دمان وكابتن عدد القيع حبيبي وأمير توفيق كل الناس طبعا لكن أنا بسأل ولو سألت مش هتجاوب نعم يعني عشان حضرتك تكون في الصورة لكن مثل خالد عبدالفتاح أنا اللي قلت له آي عليه خلق فتحك بلا بإيه في سبوحها كان بلعب بك يمين بس أنا شايفه ستوبر مساك رهيب آه أنا معك في دي آه مساك رهيب أنا شايف بيتظلم ساعت بيلعب بك ليف بالزبط مش على عدلته بيلعب بك يبقى حدف لبرة قوي مظبوط إنما هو لما لعب مساك في ماتش الزمالك لا كان عشر على عشر كان عشر على عشر أنا شايفه إزاي ما حضرتك بتقول كده لا 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 مساك ممتاز طيب كان فيه معركة على السوشيال ميديا بعده خروجنا من كاس العالم وانت طلقته بكل سيخة وقلت مباراة مصر والسنغال هتتعلم آه لأ انت عارف ده تقصير من الاتحاد كرة القدم تقصير بص حدك أنا اللي هي صحابي أولا أنا كنت بقعد 15 سنة أو 16 سنة أقعد أربع شهور برة مصر في الصيف فكنت ولي علاقات وأعرف رؤساء أندية في إنجلترا وأعرف رؤساء أندية في فرنسا وأعرف محامين في الفيفا وأعرف والمحامي اللي بيدافع عن سموحها كان مدير كبير في الفيفا وأعرف ناس كتير قوي قضية مصر والسنغال قضية عادلة 100% 100% لكن الاتحاد المصري قصر في ذلك أنا معك قصر في ذلك تقصير شديد جدا وأنا قلت كلام تدولته الصحافة البريطانية كان لازم يعمل إيه الاتحاد المصري كان لازم يروح معاين كان فيه محامي مصري ألماني من أصل مصري كان عايز يترفع عنهم ببلاش الاتحاد الكرة المصري ما راحش هناك ما راحش ما راحش ما عملش أي إجراء في سبيل الحصول على حقنا في هذا الموضوع الموضوع ده عادل 100% شو بقولي ساتك إيه؟ وأنا كتبت كل الكلام اللي تكتب له صحب بره صحب بره وناس جوه الفيفا وناس متخصصين في هذا الكلام إحنا ضعاف في هذه المؤسسة العالمية لا باش إحنا مش ضعاف المسؤولين من يمثلونا المسؤولين من اتحاد الكرة زي ما عملوا معناد لأله في النهائي السنة اللي فاتت وخبه الجواب بالظبط ما هنرجع نقولي الكلام دة تاني زي برضو إحنا في الكاف إحنا بنتظلم وليس هنتظلم زي ما أنت شفت المباراة النهائية بتاعتنا في الكاف سوريا يعني التحكيم كان فج طبعا يعني الكرة دي ما يضطرتش عليها نقل خالص لأنه رجله جات على الكرة وبعدين جات على الرجل اللي لا ما يضطرتش كده ياخد انظار طيب أنا هاجي بقى أتكلم قبل ما أتكلم في قضايا عامة ودي بقى عاوز الرد بتاعها يبقى سريع فورا بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري